من رميش في جنوب لبنان تنضم إلينا مرسلة الحدثة ناهد يوسف إنذان منذ قليل إطلاق نحو ثلاثين صاروخا شمال إسرائيل يعني أولا نتعرف منك على ما أطلق من الجنوب اللبناني وحول الغراط الأخيرة على الجنوب وتحديدا التي تركزت خلال الأيام الماضية على بلدة الخيام نعم أنجي منذ حوالي نصف ساعة كنا رصدنا إطلاق هذه الصلية الصاروخية باتجاه الجليل الأعلى وتحديدا مستعمرة كرمائيل هذه المستعمرة التي باتت تستهدف بشكل شبه يومي من قبل حزب الله وهي ذكرت في انذار الإخلاءات الذي كان وجهه حزب الله قبل أيام حيث تحدث عن أكثر من عشرين مستعمرة ومستوطنة طلبة من المستوطنين إخلاءها أو مغادرتها لأنها فيها مواقع إسرائيلية وتجمعات لجنود إسرائيليين وبالتالي أصبحت هدفا لحزب الله وبالتالي باتت استهدفها بشكل شبه يومي كانت هذه الرشقة الأولى التي نرصدها حزب الله حتى هذه اللحظة لم يتحدث سوى عن عملية واحدة حصلت عند الرابع ونصف فجرا والتي كانت استهدفة تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة الخيام في جنوب هذه البلدة الخيام حتى هذه اللحظة حتى اليوم أنجي لا تزال فيها المواجهات رغم أنه خلال هذا اليوم خفت حدة هذه المواجهات مقارنة بالأيام السابقة التي كانت بالفعل معظم أحياء هذه المدينة كانت تشهد اجتباكات بين مقاتلي حزب الله وجيش الإسرائيلي الذي حاول دخول من أكثر من نقطة أو من أكثر من جهة إلى هذه البلدة للسيطرة عليها وبالتالي حتى هذه اللحظة لا تزال هذه المحاولات تفشل كلما اقتربت أكثر القوات الإسرائيلية يقوم حزب الله بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه هذه القوات ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحة في صفوف الإسرائيليين بحسب بيانات حزب الله كما أنه قال أعلن عن تدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية في هذه المواجهات خلال الأيام الأربعة التي مرت طيلة ساعات الليل كانت اشتدت حدة المواجهات كان هناك غارات إسرائيلية عنيفة شنت على هذه المدينة بالإضافة إلى قصف مدفعي وفسفوري غطى المدينة وقنابل دخانية يتم إطلاقها بين الحين والآخر للتغطية على تحركات الجنود الإسرائيليين داخل هذه الأحياء السكنية ولكن مع اشتداد تحدث المواجهات وأطلاق العديد من الرشقات الصاروخية وحتى اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين تراجع القوات الإسرائيلية إلى أطراف هذه البلدة بعد صعوبة الدخول إليها ولكن حتى هذه اللحظة لا تزال عند أطراف هذه البلدة خفت كما ذكرنا حدة المواجهات اليوم كانت أول عملية أطلقها الحزب اليوم أو أعلن عنها هي استهدافه هذا التجامع عند الرابع ونصف فجرا يعني هو لافت أنجي اليوم بحتى كمية العمليات التي يقوم بها حزب الله مقارنة بالأيام السابقة هي أقل بكثير في هذا التوقيت بالذات بالأيام السابقة كنا نرصد أكثر من تسعة أو عشرة عمليات يقوم بها الحزب اليوم كانت هذه أول رشقة رصدناها منذ حوالي نصف ساعة والتي أطلقت باتجاه الجليل الأعلى غير ذلك كانت تواصلت الغارات الإسرائيلية على العديد من البلدات حدودية وغير حدودية ربما أبرزها مدينة بنت جبيل التي منذ يوم أمس حتى يكثف الطيران الحربي الإسرائيلي من غاراته عليها منذ بعض الوقت كانت هناك غارة على بلدات عيناتا صباحا كان هناك سلسلة من الغارات سادفت عيت الجبل برعشيت ياطر منها بلدات حدودية ومنها بلدات في العمق الجنوب وفي ساعة الليل بعد انذار بإخلاء مدينة النبطية شنت خمس غارات عنيفة على مدينة النبطية وأحدثت دمارا كبيرا لذلك تتواصل هذه الاستهدافات الإسرائيلية إن كان على العمق الجنوب أو في البلدات الحدودية البلدات الحدودية أيضا التي كنا شهدنا يوم أمس مشهدا لافتا وهو بعودة الاشتباكات في مناطق كانت حصلت فيها اشتباكات سابقا وبعدها انتهى كبلدة مارون الراس يوم أمس كنا شهدنا غارات شنت على هذه البلدة وكنا نسمع أصوات الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع المدفعية التي كانت ناهد سريعا بالأمس أيضا بلدات التي كانت شهدت المواجهات بين الطرفين تابعنا معك بالأمس هذه الانذارات لأول مرة لمخيم فلسطينية في سور وكنت أوردت بعض الأرقام المتعلقة بالنزوع بعد حدثت هذه الغارات هل من جديد؟ كانت هذه الغارات يوم أمس استهدفت المناطق التي تم ذكرها بالانذارات إلا أن مخيم الرشيدية لم يستهدف هو ذكر بهذه الانذارات وهذا الانذار بالإخلاء أدى إلى نزوح حوالي 30% من أصل الفيعة إلى متواجدة داخل المخيم ولكن لم تحصل أي غارات على هذا المخيم الغارات كانت شنت على بقية المناطق في منطقة سور والتي تم انذار بإخلائها والتي كانت تتركز يوم أمس تحديدا على مراكز الإسعاف في أكثر من منطقة وأخيرها كانت في منطقة سور مع شن عدد من الغارات على شاطئ هذه المدينة بالإضافة إلى غارات استهدفت البلدات التي كانت أنذرت بتحذيرات الجيش الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر